منتخب اسبانيا يفوز ببطولة كأس العالم لكرة اليد أقل من 19 سنة البطولة اللي كان بيشارك فيها 5 منتخبات عربية مصر والمغرب الجزائر والسعودية والبحرين هقولك في الفيديو ده عن نتائج مباريات نصف النهائي أيضا المباريات الترتيبية الترتيب النهائي لكل المنتخبات المشاركة ل32 منتخب الفيديو الأخير التفصيلي لبطولة كأس العالم لكرة اليد كرواتيا 2023 السلام عليكم ورحمة الله كنا معاكم منذ بداية البطولة ووصلنا لليوم الأخير وكل بداية ولها نهاية كل يوم بنقول بطولة بنبتديها وبعدين بنختتمها مع بعض بإذن الله بالنسبة لنتائج مباريات نصف النهائي لكأس العالم كان في مباراة ما بين مصر والدنمارك ومصر اتهزمت من الدنمارك 35-39 المباراة الأخرى في نصف النهائي كانت ما بين إسبانيا وكرواتيا واستطاع منتخب إسبانيا أن يفوز على كرواتيا 37-29 ليتأهل منتخب إسبانيا ومنتخب الدنمارك إلى المباراة النهائية كرواتيا كانت بتلاعب مصر على المركز الثالث والرابع وفاز منتخب كرواتيا صاحب الأرض والجمهور 39-37 بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية يعني منتخب مصر يتحصل على المركز الرابع في هذه النسخة وهو حامل اللقب للبطولة الأخيرة ومنتخب كرواتيا يتحصل على المركز الثالث بالنسبة للمباراة النهائية اللي انتهت منذ قليل فاز بها منتخب إسبانيا بجدارة واستحقاق على المنتخب الدنماركي 28-23 يعني منتخب إسبانيا هو صاحب المركز الأول والدنماركي صاحب المركز الثاني كان عندنا مبارتين أيضا النهاردة مباراة تحديد المركز الخامس والسادس كانت ما بين ألمانيا والبرتغال وألمانيا فازت على البرتغال 31-27 ومباراة أخرى على المركز السابع والثامن كانت ما بين النرويج وجزر ألفارو وفازت النرويج على جزر ألفارو 38-35 ليصبح الترتيب النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد إسبانيا رقم واحد اتنين الدنمارك تلاتة كرواتيا أربعة مصر خمسة ألمانيا ستة البرتغال سبعة النرويج تمانية جزر ألفارو تسعة مقدونيا عشرة التشيك حداشر المجر اتناشر السعودية تلاتتاشر النمسا أربعتاشر البرازيل خمستاشر السوليفينيا ستاشر إيران سبعتاشر السويد تمنتاشر المغرب تسعتاشر أيسلندا عشرين مونتنيجرو واحد وعشرين اليابان اتنين وعشرين الجزائر تلاتة وعشرين الأرجنتين أربعة وعشرين تشيلي خمسة وعشرين كوريا ستة وعشرين جورجيا 27 رواندا 28 أمريكا 29 البحرين و30 المكسيك 31 نيوزلندا و32 بورندي ده ترتيب المنتخبات من 1 ل32 مع نهاية بطولة كأس العالم بالنسبة لمنتخباتنا العربية مصر تنهي البطولة في المركز الرابع السعودية في المركز الـ 12 المغرب رقم 18 الجزائر 22 والبحرين 29 وبالتالي يصبح السجل الزهبي للحاصلين على البطولة أو السجل الأبطال لهذه البطولة هذه هي النسخة رقم 9 اتلعب قبل كده 8 نسخ الدنمارك عندها 3 بطولات فرنسا بطولتين كرواتيا وصربيا والجبل الأسود ومصر بطولة واحدة وإسبانيا تحصل على البطولة لأول مرة يصبح عندها بطولة واحدة هي النسخة رقم 9 مبروك لمنتخب مصر المركز الرابع كنا نمني النفس بالميدالية البرونزية ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني يعتبر رقم كويس ومركز كويس من ضمن 32 منتخب مصر تحصل على المركز الرابع أعتقد نتيجة إيجابية ولكن لازم نشتغل أكتر على نفسنا عايزين نكون دايما في المباراة النهائية نحصل على الزهبية أو الفضية أو أقل تقدير البرونزية إن شاء الله كل التوفير للمنتخب المصري في قادم الموعيد المنتخب السعودي تطور كبير المركز رقم 12 أعتقد برضو كويس من ضمن 32 المغرب والجزائر والبحرين عايزين شغل كتير جدا المغرب أيضا فيه تطور بعض الشيء رقم 18 الجزائر عايز شغل رقم 22 البحرين عايز شغل أكيد رقم 29 في هذه الفئة الشبانية من بطولة أو من لعبة كرة اليد كل التوفير لمنتخباتنا العربية كنا معاكم في هذه البطولة منذ بدايتها والنهار ده كان آخر يوم وآخر فيديو أتمنى تكون التغطية نالت إعجاب حضراتكم لا تبخلوا علينا باللايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك في القناة